في مراتب التقوى أن يتقي الكفر بتركه وذلك بتحقيق خصال الإيمان أن يتقي المعاصي والمحرمات بتجنبها ابتداءً والتوبة منها إذا تورط فيها وذقل وهو مقام التوبة وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع وذلك بأن يترك ما يخشى ضرره في الآخرة هذا الورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة هذا الورع وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد والمقصود تقوى المباحات الإسراف فيها والاشتغال بها عما ينفعه وهذا هو الزهد الذي معناه ترك ما لا ينفع في الآخرة وتعرف الفرق بين الورع وبين الزهد الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وأن يتقي حضور غير الله في قلبه وهو مقام المشاهدة وهذا هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك